أحمد الكلمة التانية اللي كان قالها سيادة الرئيس من المرضى عايزين ننتقل لها ونعلق بإيجاز عن التغييرات المناخية في مصر دي أزمة العالم كله احنا كلنا عايشين في الكوكب بعد الصورة الصناعية بدأت أنها هي زي ما كان لها شكل إيجابي خاص بي الصورة الصناعية اللي شهدها الكوكب نتج عنها تغييرات مناخية خطيرة جدا بدأت تأثر على حياة مئمئات الملايين من سكان هذا الكوكب وربما كانت هذه أزمة عاصفة بين كثير من دول العالم وصولا إلى حماية هذا الكوكب وسكان الكوكب من التأثيرات والتغييرات المناخية نتيجة هذه الثورة الصناعية هذا الأمر قد يصل أحيانا إلى صدمات بين الدول القبرى اللي عالم الآن مهتم بهذه القضية ويتجه إلى ما يسمى بالاقتصاد الأخضر ويمكن مصر بدأت أن هي كمان تسير في هذا المنحة بشكل كبير جدا ويمكن احنا شفنا تأثير التغييرات المناخية عبر الحرائق اللي تمت فيه الغابات الفترة اللي فاتت وكان تأثيرها سلبي جدا بشكل كبير على كثير من الدول اللي لم تستطع كل الأدوات إنها تتوقف هذه الحرائق وتأثيرها على حياة المواطنين أيضا البناء السدود دون اتفاقيات ملزمة بين الدول على الأنهار هي أيضا لا تؤثر بشكل كبير جدا على تغيير المناخ وتغيير الجغرافية وبالتالي تأثيرات سلبية جدا على البيئة وعلى المواطنين والسكان هذا الأمر أشار لي الرئيس بشكل كبير النهاردة في كلمته الدولة المصرية تتجه إلى ما يسمى بالاقتصاد الأخضر وهذا أيضا لا ينفصل عن فكرة التنمية المستدامة ذات البعد البيئي حتى أن مصر أطلقت مؤخرا السندات الخضراء وتتجه إلى توفير وقود وطاقة نظيفة يمكن نحن نهاردة بنتكلم عن سيارات كهربائية نحن نهاردة بنتكلم عن وسائل المواصلات بتستخدم الغاز الطبيعي الإحلال والتجديد كل هذه المبادرات الهدف منها الحد من التلوث البيئي حفاظا لأن مصر هي جزء من هذا الكوكب وحفاظا على حياة ملايين البشر وهذا الأمر لا يهيقل أهمية عن حضرة التنمية المستدامة وحاطة التغييرات المناخية هذا أمر صدام كبير بالضبط حتى بنشوف صدام كبير بين الدول العظمة وكان هناك رغبة من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التوقيع أو الزام نفسها بهذا الأمر باعتبارها قوة اقتصادية عظمة كبيرة وأن هناك مطالبات كثيرة للولايات المتحدة الأمريكية يعني أن تدخل تحت مزلة الاتفاقيات الخاصة بالحفاظ على البيئة وخوفا من التغييرات المناخية وتأثيرها على المواطنين أنا بشكركم جدا